أنا عرفته لأن أنا داخل فيه شخصياً فما بدرش أتكلم عن موضوع شخصي ده فساد فساد وتقدمت بيه بتالبات كلمت رئيس نقابة المهندسين وقلت له على الواقع اللي تمت وقلت له ده ضد قانون النقابة وفي نفس الوقت ليس لبصلحة الوطن وفي الواقع الثانية قدمت مش هتحايل عليك أكتر معلش ما بس أنا بس قول فيه فساد وفساد زي ما كان ويمكن أوسخ أسوأ يمكن أسوأ يعني ما أقول لك موجود لأنا كنت هتصير الناس الزاف 24 ساعة إنما لو كان فيه عقاب واضح وصريح واللي يتمسك يتحاسم حساب عسير وتشغل الأجهزة الرقابية كلها مش هتوصل للي هو عاوزه إنما في الآخر إحنا عاوزين إيه إحنا عاوزين الناس تأكل والناس تتوظف ونقدر نزرع أرضنا أو نطلع أكلنا من بلدنا علشان الفجوة الغذائية ما بين اللي منستهلكه واللي منستورده يقل وعشان ميزان التجاري يتعدل شوية وعشان الطبقة الدنيا من المجتمع المصري داخلها يزيد هو دي الأهداف الرئيسية نقدرنا نوصل لكده يبقى حققنا جزء من أهداف الصور أنا بقول لحضرتك هل هناك مؤشرات إن في تنمية حققية مستدامة في مصر بالتن أنا بقولك أنا مش شايف مؤشرات والخطبة النهارده ما كانش فيها من نسبة لي أنا غير حاجة ومجابة واحدة بس إن قال هنجيب حقوق مصري للسرائد أنا أقيده في هذا إلى أبعد الحدود ودي فعلا إن مجاشة المنهوبة في الداخل أم في الخارج؟ في الاتنين ما هو تكلم عن الداخل هو تكلم عن الداخل؟ ما تكلمش عن الخارج؟ لا بس لازم جيب الداخل الخارج كمان بس هو تكلم على إنه هيجيب حقوق مصر المنهوبة في الداخل ودي كانت كويسة وضرب أمثلة على فكرة بالشركات دي أنا عجبتني جدا ليه بقى لما هو سيادته تكلم الخمس خطب إياهم اللي عملوا من يوم 22 ستة اللي هو كان في المؤتمر الصحفي في القوى السياسية وبعدين في التلفزيون ومدان التحرير وخطب اللي عمالها أثناء الرئاسة لم يشكر فيها لإعادة الأموال المنهوبة فيظهر كان مدكينها يعني هو كويس من الناس طلع بيها لو حراك بسيتي على ترتيب إجمال الداخل المصري ما بين الدول كلها هتلاقي إن داخل مصر ما بين الدول ترتبنا الستة وستين طيب ما ده كويس جد بالزبط يعني العالم فيه متين دولة لو إحنا ترتبنا الستة وستين ومال إيه الغلب والفقر اللي إحنا فيه ده ده بنسبة 2006 الأموال المتحدة اللي عصلت عليه ده أنا كنت فاكر مال بالوقتي بقينكا مال لا ما مش هنت تختلف كتير أنا عايز أقول أحراك إن داخلنا مش وحش ولكن مسروق داخلنا مسروق مسروق يعني إحنا نمرى الستة وستين على مستوى العالم ونبقى في الحالة دي يبقى في خلل هو حتى تسبوع النهاردة في نقطة مهمة جدا الأراضي التي خصصت بمثين جنيه الفدان أكلمنا فيها قبل الثورة كتير ده إحنا لسلنا إتبارة على أراضي مصر المنهوبة في الداخل دي حققت أرباح خطيرة جدا وراهيبة جدا اتباعت للشركات أذنبية معلش ولو ما بني على باطل باطل وقانون الدولي بيقول لو في فساد بتوقف العقود كلها ممكن تختل فإحنا النهاردة هو حط صباحه على الحتة دي أيوا دي الفلوس دازم ترجع يعني منعرف إحنا بس الأرض اللي خدتها شركة إعمار ودفعت مليار جنيه لشفيق جابر فاكر حركة القصة دي عشان يطلع المليار جنيه كان جابوه من إيه إلا لو جابينه من ثمن الأرض يبقى على الأقل ثمن الأرض تبقى بمليار جنيه أقل فإن إحنا نجيب الفلوس دي هتخليها نبطل هناخدها من أعمار ولا هناخدها من شفيق جابر هناك ناس بقى متخصصين في المالية والسيء طبعا من شفيق جابر ده لازم يرجع لازم يرجع المليار طبعا خدهم بإيه على أي أساس إنه هو اشترى وباع لشركة أجنبيه لا فلكن شريك وخرج دفع مثلا مبلغ بسيط جدا في الشراكة طلع اللي دفعوا عليه مليار جنيه في خلال شهر ونص يعني يكسب مليار جنيه في شهر ونص وقل من شهر ونص ينفع الكلام ده إلا لو كان ثمن اللي يخلي أعمار تدفع مليار إنها واخدة ثمن أرض فيها فعلا مكسب كبير أنا لا أظلم مع أعمار أعمار احتمال تكون هي نفسها تكون أعمار هي نفسها انظلمت يعني بس هي دفعت فالموضوع ده ده معناها أن الأرض قيمة جدا يعخذها بأرخص من استعراء الحقيقي وإلا ما كانش تغل عليها مليار جنيه طبعا طبعا ما هو مش هو الوحد ويعني فيه ناس كتير خدت بأقل من استعراء الحقيقي النقطة دي لفتت نظري وأنا أحيي فيها وأرجو أن يستمر ولكن بنفس الروح يشوف برضو الفلوس اللي اتهربت ومين الوقف على تهربها لما نكون ده مصر نمرة 66 على العالم